وكانوا هنا ملأوا الدنا مجدا وذكرا طيبا سلعا خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا وكانوا هنا ملأوا الدنا مجدا وذكرا طيبا سلعا خطى أجدادنا ستجيب أزهار الربا السلام عليكم ورحمة الله من الصحابة دي تركوا لنا آثار جميلة جدا عرفنا من خلالها أنهم كانوا هنا سيدنا صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه سيدنا صهيب بن سنان الرومي اشتهر بصهيب الرومي وكثير من الناس قد يظن أن سيدنا صهيب رضي الله عنه كان من أصول رومية والحقيقة أن سيدنا صهيب رضي الله عنه كان عربيا خالصا كان أبوه من العرب الخلص وكانت أمه من العرب الخلص ولكن اللي حصل مع سيدنا صهيب رضي الله عنه أنه في ذات يوم غارت جنود من جنود الروم على القرية التي كان يسكن فيها سيدنا صهيب رضي الله عنه مع والديه وأخذوا الأسرى والسبايا وكان من ضمن اللي أخذوهم سيدنا صهيب رضي الله عنه وكان عنده حوالي خمس سنوات سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه نشأ في المجتمع الرومي وترعرع فيه وأخذ أو أتقن اللغة التي يتكلمون بها حتى كأنه لم يكن عربي في الأصل وفي نفس التوقيت سيدنا صهيبي رضي الله عنه كان في الهيئة قريب جدا من هيئة الروم يعني كان شعره لونه أصفر أو أحمر وكانت بشرته تمير إلى الحمرة يعني هيئة سيدنا صهيبي رضي الله عنه كهيئة الناس في المجتمع الرومي فلما كبر في هذا المجتمع وتعلم اللغة التي يتكلمون بها وأتقنها وهو في الشكل قريب جدا من شكلهم صار الذي يراه يظن من أول وهلة أنه من أصول رومية والحقيقة غير ذلك وأن سيدنا صهيبي رضي الله عنه عربي أصيل من أصول عربية من ناحية الوالد ومن ناحية الوالدة سيدنا صهيبي رضي الله عنه من خلال التنقلات التي تنقلها داخل المجتمع الرومي استطاع أن يطلع على عورات هذا المجتمع وعرف أسراره وعرف دواخله وعرف كيف يعيش القوم فكره معيشتهم أشد الكره طبعا نعوذ بالله عز وجل من الفسوق والعصيان اكتشف أن في منكرات وموبقات رهيبة جدا داخل هذا المجتمع أو في تفاصيل هذا المجتمع فكرهها سيدنا صهيبي رضي الله عنه وفي يوم من الأيام سيدنا صهيبي جاءت له فرصة إلى أن يفر من هذا المجتمع وبالفعل فر سيدنا صهيبي رضي الله عنه من هذا المجتمع ولاحق بالمجتمع العربي في مكة المكرمة ليعود إلى أصله وفصله سيدنا صهيب رضي الله عنه لما نزل مكة حالف عبد الله بن جدعان وكان من كبرائها وسيد من ساداتها وذلك حتى تكون له قوة ومنعة سيدنا صهيب رضي الله عنه عاش بمكة سنين طويلة حتى بعث الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات التي عاشها صهيب رضي الله عنه في مكة كان يعمل في التجارة وتكونت عنده ثروة كبيرة جدا حتى كان من الأثرياء المعروفين لذلك فلما بعث الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلم سهيب بذلك أتى سهيب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في دار الأرقم ابن أبو الأرقم وهي الدار التي كان يلتقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعيدا عن أعين المشركين كذلك كان يلتقي فيها صلى الله عليه وسلم بكل من أراد أن يدخل في هذا الدين سيدنا صهيب رضي الله عنه لما ذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم وجد عمار ابن ياسر رضي الله عنه قريبا منها فسأله فقال له ما الذي جاء بك يا عمار قال بل أنت ما الذي جاء بك سيدنا عمار هو اللي بسأله بقى قال له بل أنت ما الذي جاء بك قال إنما أتيت لأدخل على هذا الرجل فأسمع منه فقال له عمار وما أتيت إلا لذلك يعني أنا برضو زياد بالضبط أنا جاء عشان أدخل على هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي أريد أن أسمع منه قال له صهيب رضي الله عنه فلندخل سويا إذن فدخل عليه وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بفضل الله سبحانه وتعالى سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه زي سيدنا صهيب رضي الله عنه لم تكن لهم منع وقوة لا سيما عند مفارقة الدين وبالفعل أول ما أعلنوا إسلامهم رضي الله عنهم أذاقتهم قريش سوء العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله المهم صبر على هذا التعذيب حتى أزن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة كثير من الصحابة هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولما أراد صهيب رضي الله عنه أن يهاجر منعته قريش وشددت عليه الحصار وجعلت عليه الرقباء حتى لا يخرج من مكة مهاجرا إلى الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هو الآخر ومعه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وبقي بعض الصحابة في مكة لا يستطيعون أن يهاجروا بسبب منع قريش لهم منهم سيدنا صهيب رضي الله عنه وصهيب رضي الله عنه كما قلنا كانت عنده أموال كثيرة جدا فقريش عز عليها جدا أنه يفر بهذه الأموال التي كونها ثم يكون بعد ذلك من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فشددوا عليه الحصار وعينوا عليه الرقباء فكانوا لا يتركونه في ليل أو نهار في ليلة من الليالي الباردة سيدنا صهيب رضي الله عنه احتال على المجموعة التي تقوم على مراقبته بحيلة فأوهمهم أن في بطنه شيء يعني هو تعبان أو كده يعني فكان لا يلبس أن يدخل بيته ثم يخرج للخلاء يدخل ويخرج للخلاء كل شوية يدخل البيت وكده يطلع للحمام كل شوية يدخل البيت ويطلع للحمام فتوهم الرجال أن ببطن صهيب مرض فقال بعضهم لبعض فلتناموا هذه الليلة فإن الآلهتا قد شغلته ببطنه سبحان الله العظيم يعني قالوا بقى ان تناموا لأنه يفضل طول الليل التعبان طالع داخل بسبب بطنه ومستحيل أنه يسافر هو في الحالة دي فلما راحت أعين القوم في النوم فر سيدنا صهيب رضي الله عنه وبينما هو في الطريق انتبه القوم إلى فراره فلحقوا به يعني بقى هو في مرحلة من مرحل الطريق انتبهت المجموعة اللي كانت بتقوم على مراقبته ان سيدنا صهيب رضي الله عنه قد فر هاربا فلحقوا به فلما رأاهم صهيب رضي الله عنه صعد على مكان مرتفع ثم أخرج سهامه من كنانته وقال لهم يا معشر قريش لقد علمتم والله أني من أرماكم وأني لا أخطئ الرمي يعني كان سيدنا صهيب رضي الله عنه من الرماه المجيدين جدا للرمي يعني لا يكاد يخطئ رميه فوالله لا تخلصون إلي إلا قتلت بكل سهم من سهامي رجلا منكم ثم قاتلتكم بسيفي ما دام في يدي شيء منه فقالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك يعني فقيرا لا مال لك ثم تريد أن تفر وتأخذ مالك معك والله لا يكون أبدا عندها قال لهم صهيب رضي الله عنه أرأيتم لو خليت بينكم وبين مالي إيه رأيكم لو ندتكم فلوسي كل اللي معايا أتخلون بيني وبين طريقي قالوا نعم فوصف لهم صهيب رضي الله عنه المكان الذي قد خبأ فيه أمواله رضي الله عنه فذهب بعضهم ولما تحقق من المكان ومن المال خلوا بينه وبين سبيله سبحان الله العظيم ضحى بكل ماله في مقابل أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى الله ورسوله وبينما في الطريق أصابه بعض الإعياء تعب سيدنا صهيب رضي الله عنه من مشقة السفر ومن الجوع ومن العطش فكان كلما أتعبه الطريق وأتعبه السير تذكر لقاءه بالنبي صلى الله عليه وسلم فجدد ذلك النشاط عنده فلما دخل صهيب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا يحيا ربح البيع يا أبا يحيا عادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال له صهيب وقد استنار وجهه من هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي والله يا رسول الله ما سبقني بها أحد إليك وما أخبرك بها إلا جبريل فاستبشر صهيب رضي الله عنه ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله العظيم ضحى بجميع ماله وجميع سعيه في هذه الحياة الدنيا في مقابل أن يهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الواحد لما بيشوف هذه الموقف من الصحابة رضي الله عنه على طول بيسأل نفسه طب انت قدمت إيه لدن ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي أنا ضحيت به لدين ربنا سبحانه وتعالى هل ضحيت بمالي هل ضحيت بوقتي هل ضحيت بجهدي بماذا ضحيت لدين الله سبحانه وتعالى رضي الله عن صهي ورضي الله عن الصحابة الأجمعين الذين تركوا لنا آثارا عرفنا من خلالها أنهم كانوا هنا افخر بهم إذ غيرنا كم عش فيهم عجبا